ركز معايا. الفرق بين الاساي والباراغراف. هشرح لك حاجة بسيطة برسمة بسيطة جدا هتوضح لك الفرق بين الاساي والباراغراف. تمام? بوص الرسمة دي كده. ده عندي اول شكل. تمام? ركز معايا الاخر بس. هتفهم دينا كلها ببساطة جدا. عشان الكلام كتر في الموضوع ده. ده تاني رسمة. ودي تالت رسمة. تمام? كل واحدة من دول يا شباب بنسميها باراغراف. كل واحدة بنسميها باراغراف. طب اتقاط على بعض بنسميهم اساي. بنسمهم ايه? اساي. يبقى الاساي بيتكون من كذا باراغراف. طب اول باراغراف في المقال اسمه ايه? اسمه. انترو داكشن. انترو داكشن دي اللي هي المقدمة. انترو داكشن اللي هي متقدمة. تمام? وهسيب لك لينك في الفيديو. آآ لينك في في الدسكريبشن تحت. آآ بيشرح لك آآ مقدمة كويسة جدا. ومفيدة جدا. آآ وتنفع لمقالات كتير. سواء سلبية او ايجابية او آآ ميزات وعيوب. ومهمة جدا جدا يا شباب. هتقفل معك المقال السنة دي والسنة الجاية. وطول حياتك ان شاء الله. تمام? يبقى اول حاجة اسمه اول باراغراف يبقى ستفقنا. باراغراف. باراغراف دي يا شباب يعني فقرة. فقرة. يعني فقرة. تمام? ولازم بسيب الحتة دي. دي حتة اسمها الحتة اللي سيبناها دي اسمها بتبقى تكتب كده. تكتب كده. تكتب جمل كده. تمام? عندنا دي اسمها بادي باراغراف. بادي باراغراف اللي هي جسم الموضوع. واقول لك حاجة مهمة هنا اركز معايا. جسم الموضوع. انت مسلا كتبت الانترو داكشن. كلكم معاك انترو داكشن سبعة تلاف انترو داكشن على كل الجروبات. تمام كده يا شباب? طب البادي باراغراف اجيبه منين? برضو اللينك اللي في الديسكريبشن تحت. هتلاقي شرح لك فيه الجروب او الفيديو شرح لك فيه كل حاجة ممكن تكتبها في البادي باراغراف. تمام? اخر حاجة بنسميها دا اللي هي الخاتمة. وبرضو عامل لك خاتمة تحت في الجروب او في في الفيديو اللي تحت. تمام? يبقى احنا اتفقنا ان الاساي كزا فكرة. تلات فكرة او اربعة. ممكن يبقى فيه اربعة. تمام? يعني مسلا لو بتتكلم عن مزايا العيوب. هتبقى الانترو داكشن للمزايا. وبادي باراغراف تاني تحته للعيوب. وبعدين الخاتمة. تمام? تمام. ده الفرق بين الاساي والباراغراف. طبعا فيه تفاصيل تانية كتير. هتاخدى ان شاء الله في تلت سنوي. بس ده بشكل عام. عايزك تنظم كتابتك كده. تكتب اول فقرة تسيب. حت اسمها تسيبها وتكتب. تكتب 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 خلصت الفقرة الاولانية. تسيب سطر. او تسيب حتة كده سطر مسلا. وان ايه تعمل تاني وتكتب. تنساش. تقوم كاتب وبعدين تختم وتكتب بده كده. المصاحح هيشوف الشكل كده. هيتبسط. هيقول لها وده فاه. اللي وده منظم. اللي وده كاتب كويس. يعني النظرة الاولى مهمة جدا في المقال بالذات. تمام? وما تنساش تعمل اشتراك لو انت مش مشترك. واتعمل اعجاب بالفيديو. واكتب لي في التعليقات انا اقدر حلمي. اه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.